الأهل دايما وأبدا ربنا بيخلق له حدث علشان يمارس فيه منظومته إذا تصرف صح صار مضرب المثل وصارت مبادئه منظومة قيم يمشي على ضقها وربنا بيوفقه إذا اهتزت منظومة القيم وعصى القيادة في إيد الجالس على مجلس الإدارة العملية بتخبو شوية بشوية وما بتنجحش فدايما وأبدا اختبار القيم هو معيار نجاح من يدير النادي الأهل هو اختبار القيم اختيار القيم هو الاختبار بالضبط انت اخترت أن تنحزل القيم منذ نشأة النادي الآن بالضبط فاتفرض عليك حدث اتصرف زي ما انت عايز مشيت يمين حيث منظومة القيم يعني لم يلحس الاهلي أبدا خلف النتائج أستاذ براي بالضبط هو بقى ربنا بيكريم الأهلي أنه في كل مرة ينحز فيها للقيم النتائج تدعم موقفه وتبيض وش مسؤولية كده بالعربي تخبو المسألة ما تلاقيش النتيجة كويسة ايه اللي حصل مع جعفر والي باشا علشان يربي حد اسمه مختارة تيتش عشان يقدم لتاريخ النادي الآلي قيمة إدارية أخرى بحج وعظم التاريخ مختارة تيتش في عصر جعفر والي باشا في أول اختبار ست لعيبة دفعة واحدة سنة 18 الفر لعب في عبوهم وعايزين يمشوا من الأهلي ستة وكان وقتها الأسماء يا باشموندس على حسب ما كتب التاريخ بتذكر أن الناس دي كانت أسماء تقيلة في تكوين الفريق شوية أفندية كويسين ايوة كان الأهلي بيستعد رأسهم يوم كده كان الأهلي بيستعد لبطولة كاس السلطان حسين عنده بطولة وعنده مطش مهم وفوجي إنه ستة قالك نضغط بقى فرصة نضغط العقلية الكروية واحدة الأفند والباشا يعني اختبار الإدارة وقوتها من زمان بالضبط إنها تتعرض لمثل هذه المواقع كان محمد أفندي شكري وكامل أفندي طه وحسن أفندي الصعيدي ورياض أفندي شوقي وعباس أفندي صفوة وعبد الحكيم أفندي علي أفندي درجة في اللقب الاجتماعي وقتها أقل من البك تسبق البكوي يعني يعني إنها تبقى أفندي ثم تبقى بك بعد إن باشا تبقى باشا على فكرة ممكن تبقى وزير ما تبقاش باشا وممكن تبقى باشا لكن ما تبقاش وزير يعني الباشا دي أعلى حاجة أنا مختلف مع الباشا مهندس عدلي في النظرة الاجتماعية هو الرجل باشا دي مش اجتماعية على فكرة دي مش نظرة اجتماعية كان هناك من المثقفين باشا وما تبقاش من أصحاب المال صحية دي نظرة للمكانة صحية تأثيرك على مجتمع كان المجتمع كان المجتمع متماسك وبناءه الاجتماعي مختلف سيبكم من بعد كده إنه الفلوس بوزت النفوس وإنه كل الناس اللي عندها فلوس أساءت أخلاقها فبقت النظرة لصاحب المال نظرة مهجوزة اللي كان بيتقدم لوحدة يتحروا عنه لو واحد من الدرجة السادسة من القربة من الدرجة السادسة دخل إسمة عمله محضر العريس يترفض دلوقتي الأسر ما بتسألش على الأصل والفصل يمكن شقيته فينه فينه وعربيته وإيه عشان كده الجوازات ما بتكمق طيب خلينا بقى في الست أفندية دول اللي حبوا يضغطوا على جعفر والي باشا وإدارة الأهلي سانة 18 على فكرة سالح جمعة بيملى بيملى بيانات سالح جمعة اتقدموا بطلب بقى قدموا طلب استقالة يعني طلب حصوله على استغناء عايزين ناخد استغناء وعايزين نمشي فوصل الخبر لإدارة النادي الأهلي وقتها الناس دي رحها تاني رحها سكة تانية رحها النادي تاني تلعب فيه وقعت ليه كان المختلط برطا هو فيه نادي تاني كانت الإدارة حسب الوضع ساعتها ولوايح البطولة من حق إدارة الأهلي ترفض يعني أنت بتقدم الاستقالة ما كانش إلا فيه تنظيم ماء ولا حاجة بس أنت بتقدم الاستقالة أنا من حق إن أنا أرفضها وقولك مش أقعد ما فيش حاجة زي كده ومن حق إن أنا أوافع عليها أوافع عليها أو أرفضها دي ترجع لنا إيه اللي حصل بشوانتس آآ اتوقفوا الستة فوقهم إنه النادي بيوافق لهم ما فيش حد يقول عايز يمشي بالنادي الأهلي والنادي الأهلي يستبقية فبدأ فيه ناس تتكلم إزاي هيمشوا الستة دول بدأ يراجعوا بعض بدأ اتنين منهم ييجوا بعد ما النادي قال لهم ما الأهلي محدش هلو يدريعوا ومن جيش قابله بطولة زي كده وتقدم للطلب استغنى وعايز تمشي وأنا هبقيك اللي ما يسعدهوش يقعد في النادي الأهلي النادي الأهلي في غنى عنه فبدأت المسألة الأرض تهتز تحت ستة أفندية كبار فاتنين منهم بدأوا يرجعوا في كلامهم أربعة أربعة بدأوا يرجعوا في كلامهم ويقدموا طلب لأ والنبي قعدونا لأ والنبي مش عايزين نمشي طب يعتذروا اللي انتوا عايزينه إحنا نعمله حصل بعد كده إنه بدأ الاستقالة الجماعية بدأت الاعتذارات بشونس اعتذروا ورجعوا أربعة منهم رجعوا ولكن يتوقفوا هو خدوا بالكو حاجة ده مش بس الموافقة على إن هم يمشوا ده قالوا لهم تمشوا وسانة محدش يدخل النادي كعض يعني هم غير عزار إنهم كانوا أعضاء كله آه طبعا كعقوبة ما فيش حاجة سنها إنك هتدخل النادي فبدأ يحسوا إنه لا ده دي تكشيرة جمدة قوي من بتسيبني قبل 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 بتضغط علي مع السلام رجعت في كلامك ما زال القرار سريع يعني اللي جاية أهم بقى قبلة الإدارة هذا التراجع المكتوب المشفوع باعتذار صريح من الأربعة الأوال وتقبل تواجدهم في فريق الكورة يعني هنعتذر هنقبل أي عقاب هنرجع ونستمر فتم القبول اعتذار الأربعة والتنين التانيين النادي استغنى عنها ده حصل سنة 1918 في موقف في بطولة كانت مهمة جدا بطولة سلطان حسين عشر سنين مرت كمان دي الأهم ويلائي هذا الرجل العظيم جعفر والي باشا نفسه وإدارته في اختبار قيم جديد أصعب أتقل كمان الأهل بيلعب مع الترسانة في نهائي كاس مصر فاز الأهل بالمركز التاني الترسانة كسب المباراة وخذ الكاس فكابتن الأهلي القائد بتاع الفريق حسين حجازي حسين حجازي أبو كورة القدم في مصر هو كده يعني ولعب أسطوري هو أسطورة الكرة وهو أولها يعني لما يتقال مين أبو الكرة المصرية حسين حجازي أول حد لعب كرة أول حد عمل شعبية للكرة أول واحد كون فرقة في السيدة زينب كانت فرقة حجازي حتى لما انتقل من الأهل بسبب الموقف اللي أقوله لكم راح المختلط أو الزمالك راح تجماهير ورا فرقة حجازي ومع هذا مع كل اللي حصل منه هتلاقوا الأهلي بالعكس إنحاز بقوة للقيم والمبادئه في مواجهة مين حسين حجازي نفسه جعفر والي باشا اتدايق جدا ومجلس الإدارة باشموندس إنه فريق الأهلي صاحب المركز التاني ما يطلعش ياخد ميدالية المركز التاني فشافوا أن ده اهدار للروح الرياضية وانتهاك للأخلاق إزاي لعيب يمثل النادي الأهلي ينتهك الروح الرياضية بهذا الشكل يعني إيه ما تطلعش تاخد ميدالية المركز التاني ما انت لعبت كرة وخسرت فمفهوم الرياضة عند الناس ديات في هذا الزمن النظيف قوي إنه ما ينفعش أبدا تتخلى عن روحك الرياضية وما تطلعش تستلم الميدالية بتاعت المركز التاني فالتهم تسمحي الأول بس عشان الناس تفهم جعفر والي كان رئيسا للاتحاد اه ايضا اتحاد الكرة والأهلي اه اه فتوقف انت انت جيت لحد ما توقف لا انا يعني خسر الأهلي الكاس وهو رئيس الاتحاد بالضبط اه هو رئيس النادي رئيس اتحاد الكرة لكنه لما الفريق رفض يطلع يستلم الميدالية من الكابتن حسين حجازي خلاص ابدأ بيه اذا كان هو ده التئيل قوي وده الكبير قوي وده اللي المفروض كان يخلي زميله يطلعوا يستلموا الجايزة اذا كان هو المسؤول ككابتن للفريق ما عملش كده ياخد العقاب الأشد اتوقف فتم ايقاف حسين حجازي وشافوا تصرفه تم ايقافه اجتمعت لجنة الطوارئ على طول مكونة كانت من رئيس النادي جعفر والي باشا واربع أعضاء قررت في نفس الليلة بتاعت المباراة محدش استنى ايقاف حسين حجازي ست شهور في نفس الليلة لجنة الطوارئ شوفوا لجنة الطوارئ منزعجة قد ايه على انتهاك الروح الرياضية والأخلاق رئيس النادي واربع أعضاء واربع أعضاء عشان ينظروا في أمر طارئ ياخدوا قرار بإيقاف حسين حجازي ست شهور وقتها مصر بتستعد للسفر لدورة أولمبية طبعا دورة أمستردام الأولمبية حسين حجازي الخطيب بتاعصره فدي واقعة ما تعديش ازاي انت دلوقتي منتخب مصر هيسافر ومحمد صلاح يتمين لا ده شوف التعليق أو أبو تريكا وهو الهداف الذي يعمل له مدفع العالم كان شهرته عالمية بيقال انه أعظم العيد في تاريخ مصر الله أعلم بقى وقتها كان المنتخب بيعول عليه آآ أمل كبير جدا حصلت ضجة في البلد إلحق حسين حجازي توقف إلحق حسين حجازي مش هيروحها مستردام إلحق الأهل وقف حسين حجازي إللي حصل تمت طبعا اتصالات كتيرة وضغوط كتيرة الأهل مرى دخش ورفض تماما جعفر والي باشا كل الضغوط لإثناءه أو لإثنائه عن موقف تربوي أخلاقي إن حاس فيه للروح الرياضية إزاي كابتن الفراء ما يطلعش الفراء تاخد ميداليا فتمت تنفيذ العقوبة وقتها قال جعفر والي باشا أن تخسر مصر بطولة العالم لكرة القدم أفضل من أن تخسر الأخلاق والروح الرياضية وقال لهم الرياضة تأسست من أجل الروح الرياضية عشان تلعب الرياضة لازم أن تبع عندك روح الرياضية مفهوم راقي حقيقي لما نقول الرياضة أنت تنتصر على النفس مش تنتصر على المنافس هذا مفهوم حقيقي هو ده المعيار القلوم بالحقيقي مش نوع نفسر طبعا كان ضمن الفريق ساعتها اللي هيسافر بفرقة حجازي ناشئ طالع اسمه محمود مختار شوفوا المواقف بتصنع أساطير ناشئ صغير موجود في فرقة حجازي هيستفيد من إيقاف حسين حجازي وهيبقى هو النجم وهو اللي حيلمع وهو اللي حينطلق بعد كده بس شوفوا ناشئ بيشوف ناشئ في الأهلي بيشوف رئيس النادي بيتصرف ازاي مع أسطورة مع أسطورة تقيلة قوي مش فرقة معاه هو مين المهم خطأك ايه المهم انت عملت ايه المهم صورة النادي الأهلي تبقى ماشية ازاي فتم إيقاف حسين حجازي وقال جعفر والي باشا أن يخسر الأهلي كأس مصر ويكسب الأخلاق خير من أن يكسب الأهلي كأس مصر ويخسر الأخلاق وظهر شعار من وقتها الأخلاق قبل البطولة جعفر والي باشا سنة 28 يا جماعة خدوا بالكم التواريخ في دورة أمستردام طبعا كانت كرة القدم في الدورة الأولمبية هي الأساس أكبر حدث لكرة يعني ده كأس العالم لأنه كرة القدم في الدورة الأولمبية هي أعلى مسابقة في كرة القدم سنة 30 بعدها بدأت بطولة كأس العالم لكرة القدم لكن لغاية قبلها كرة القدم أعلى مسابقة لها هي البطولة اللي ضمن الدورة الأولمبية فيروح منتخب مصر أمستردام في 28 ليه أنا بقول لكم أنه ربنا بينصف الصح أي حد بيتمسك شوفه في تاريخ النادلال كل مرة الأهلي انحاز للمبدأ وانحاز للصح ربنا نصره وربنا وفقه حتى في الواقع بتاع الـ 28 أنه الناس تضغط والأهلي ما ينكسرش وما يترجعش يتوقف حسين حجازي يتوقف لو هو مين هيتوقف فيسافر منتخب مصر من غير حسين حجازي ويروح فيحقق نتائج في الدورة الأولمبية يدخل المربع الزهبي بشكل هز العالم كله في أمستردام الولمبيات كانت وقتها منتخب مصر حقق إنجاز كروي عالمي وحصل على المركز الرابع تسمح لي تسمح لي أتوقف لحظة قد يقول قائل أي عامل ما رئيس النادي الآله يتفرق معاه إيه إن اللعيب يروح الدورة الأولمبية ولا لا إنما هو وقف وخلاص دون أن يرعي مصلحة مصر المفاجأة ما احنا قلنا لكم وهي مش مفاجأة بس محدش متنبه إن الرئيس النادي الآله هو كان رئيس اتحاد الكرة واللي كان بيدغط عشان العفو عن حسين حجازي كان رئيس اللجنة الأولمبية ولكن جعفر والي الذي كان رئيسا لاتحاد الكرة وكان من مصلحته إن المنتخب يروح بحسين حجازي لم يرضخ وهو رئيس النادي الآله لأنه شاف أن المعيار الأخلاقي لو تم التغاضي عنه أنت هتمشي غلط بقيت عمرك لا امشي صح وبعدين ربنا بقى لو ريد لك خير وكمان أثبت حاجة أن الفرق لا تتوقف عن نجوم فقط أو نجم وممكن جدا يا جماعة يكون الموقف اللي حصل مع حسين حجازي مصدر إلهام للفريق اللي طلع لعب الإيلونفياد عشان يتقال إيه ما احنا مش هافية أنت كل حاجة ربطينها بنجمل إيه احنا نقدر نعود غيابه ويطلع الرابع ويطلع جعفر والي وأسس في وجود مختار تيتش في الفريق لقيمة أخلاقية وسبق أن أوقف لاعبين لمدة سنة أيضا عشان تجرأوا يضغطوا عن نادي بطلب واعتذروا عنه لكن وقفهم لمدة عام كامل من دخول النادي هكذا تتورس الأجيال القيم وكذا وعلى هذا بني النادي الآن وعلى هذا احنا عادينا هنا بنهاتي للنهار حفظهم على ده هو ده همنا بالظبط مناش دعو بالأشخاص بالظبط فليكن الأهلي مستمرا بقيمه أو لا يكون لأحد فضل عليه لأن ليعمل حاجة غير قيمه ولا يمكن هيحافظ على قيمه من يكرهه لا يمكن أروح للمنافس بتاع اللي بيجاهر بعدم حبه ليه أنه يبقى صاحب شأن وله تأثير على القرار ويرجع أقول هو انت ليه بتقول المخترقين لأن اللي حافظ على قيم النادي الأهلي هذه القامات ويجب أن نتورسها والتاريخ حيحاسب كل من يفرط فيها ده زي النهاردة يعني 28 سبتمبر 63 توفي هذا الرجل العظيم جعفر والي باشا بعد مسيرة شفت قد إيه كان منحاس فيها للقيم ومنحاس فيها لمبادئ النادي الأهلي وبيؤسس وبيرسخ هذه المفاهيم وهذه التقاليد وهذه القيم اللي عايشة واللي لازم أن تفضل عايشة منظومة القيم يا جماعة الحاكمة للنادي الأهلي طب عشت إزاي كلما ترسخت وقويت قوية جدران البطولات في النادي الأهلي وكلما اهتزت اهتز الزنادي الأهلي من الأستاذ للتلميذ اللي اللي ما تعلمش إنه جه قال له تعال يا وات بقى اه خلي بالك مش عارف ايه ده لا ده هو شف قدامه بالضبط عايش الموقف فطلع طلع الشخصية سليمة هو كمان صح وشخصية ملهمة مختار التيتش مختار التيتش زي النهاردة ولكن 1905 ولد هذا الرجل ترجمة نانسي قنقر